خطوة ايجابية جديدة عم تتحضر لدعم الاقتصاد اللبناني من باب الصناعة رح تترجم بتأمين تمويل استيراد المواد الاولية للصناعات المحلية فأعلن حاكم مصر في لبنان رياض سلامي ببيان عن ايجاد حل دايم للصناعيين اللي ببيعوا منتجاتهم بالسوق المحلية واللي بقوموا بتصديرها بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء حسن ديب ووزير الصناعة عماد حب الله عن فكرة هيدا الحل اشار مصدر بجمعية الصناعيين اللبنانيين لتليفزيون نشرة الى انه بعد 17-20 لما توقفت التحويلات للخارج لشراء المواد الاولية بلشنا نضغط حتى يحرروا اموال الصناعي ليحولوا لبرا حتى يشتري مواد اولية ويشغل مصنعه محليا ويصدر منتجاته فاجتمعت لجنة تمويل الصناعيين بالجمعية مع حاكم مصر في لبنان ووزارة الصناعة للبحث عن حل لدعم الصناعة في لبنان واجت عدة مقترحات من مصر في لبنان والشركة المعنيين بلشت بإعطاءنا 100 مليون دولار لدعم استيراد المواد الاولية بدون تحديد آلية التوزيع على الصناعيين على انه ينطلق النشاط خلال شهر نيسان 2020 الحل اللي اعلن عنه سلامي بيقضي بجمع حوالى 750 مليون دولار امريكي وانشاء برنامج اكراد مستدام وقابل لتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطين الحجم على تمويل استيراد المواد الاولية بما يقارب 3 مليارات دولار سنويا عن تفاصيل المبادرة حكي مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون عبر تلفزيون نشرة تمويل اكتر كمية ممكن يقادرين نمولها هلأ لمليه استيراد مواد اولية للصناعة اللبنانية بحسب قلية رح تنحط يعني كل واحد كيف بده يستفيد منه اكيد رح نتخذ بالاعتبار يعني عم بعطيك عموميات رح تتخذ بالاعتبار معدلات على استيراده على سنتين ثلاثة لو ورا لنعرف كل واحد قداش كان عم يستورد يعني مش المهم انه هلأ بيستورد ومش الحال كل واحد شو كانت نسته المئوية من وقتها مسين من اليوم بس عم ينشغل على يعني هذا صندوق انشاء صندوق للموضوع وبده يكون تمويله بلش عم يتحضر التمويل يعني صار في قطعين شوط نيح الصندوق رح يكون مخصص للتسهيلات الاقتمانية وشركة تكنولوجيا مالية بتشتغل من مقرب اوروبا وبيكمن هدفها الوحيد توفير تسهيلات قصيرة الاجل للمستوردين والمصدرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وعدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الانمائية مصادر مطلعة لفتت لتلفزيون نشرة لانه من ضمن تمويل المبادرة رح يتم التعاون مع لبنانيين مختربين عم يشتغلوا لدعم لبنان صناعيا واقتصاديا عبر مشاريع استثمارية داخل البلد ووضحيت انه هيد المنصة رح تشتغل عدعم الصناعة بسقف زمني محدد بيخلص نهاية الـ 2020 واذا ما صار فيه اي تقدم على الصعيد الصناعي بوقتها بتم التجديد السن جديد للمنصة حتى تحقيق الهدف المطلوب رح يتولى السيد أليكساندر جهاد حرقوس إدارة المنصة وهو رجل أعمال عالمي متمرس بمجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول بباريس بتعاون مع مجموعة من أعضاء مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين كما رح يتم تشكيل فريق من الاختصاصيين عندوا الخبرة بتفوق 15 سنة بالأسواق النشق بالعالم وبمنطقة الشر الأوسط وشمال أفريقيا لا يبلشوا يشتغلوا بالأسابيع اللي جاي بمساعدة خبر محليين ودوليين بالتمويل التجاري محمد زهوي تلفزيون نشرة لا تنسوا تعملوا السبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك